نعم أستطيع الرسالة الأولى لكل بنت محبطة ويأسة صبري وعفري وربنا هيكرمك الرسالة الثانية لكل بنت طموحة وبتحلم كملي واكتهدي وربنا معاك حاب أقول اللي الأمة الإسلامية أهنيها بيستنى الهجرية الجديدة كل عام وإنتم طيبين اسمحوا لي في البداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه اهتمامه دايما بالمرأة والشباب واللي موجود دايما في كل المناسبات والخطبات شكرا للأب الروحي معالي الرئيس كم أتوجه أيضا بكل معاني الشكر والعرفان لسيادة اللواء أشرف غريبي الدودي محافظ جنة الراجل داي جماعة عمر كان مشروع على الأرض محافظة جنة جمال جدا مميزين جدا مشروع تدوير المخلفات وإنتاج السمادة العدو المشروع بقى الأشهر مشروع الشهيد شهيد مصر مشروع محور الشهيد الرائد باسم فكري وده من أبرز المشروعات الموجودة على الأرض محافظة جنة شكرا سيادة المحافظ لك كل شكر والتقدير أما بقى لرئيس مجلس مدينة أبو تشت الأستاذ خالد عويس الأستاذ خالد عويس دلوقتي تم معينة كبرئ أبو شوشة بطريق أبو تشت ناجح حمادي لك كل شكر والتقدير طبعا كل أهل المركز واسقين في حضرتك وبيشجعوك فعلا ويا رب بتمنى من ربنا إن شاء الله متخيبش ظنهم في حضرتك وبإذن الله احنا عارفين أن أنت قايم بمجهود كبير قوي وبتعافر علشان تحقق كل متطلبات أهل مركز أبو تشت بس أنا طلبة طلبين لبلد ودي من أبسط حقوق أهل القرى الطلب الأول ترميم الوحدة الصحية اللي بقالها أكتر من خمس سنين بيقولوا بكرة هتترمم بعده هتترمم وما فيش أي إنجاز يعني أنا بتمنى من السادة المسؤولين أنا ما بقولش المسؤولين معصرين بس بتمنى من السادة المسؤولين إنهم يدوروا وشوفوا التعطيل جاي من فين ترميم الوحدة الصحية تعطيلها جاي من فين عندينا ستات كوبار في السن ورجالة كوبار في السن بيتعبوا بيجيهم نزيف على بال ما بيوصلوا مركز أبو تشت بيكونوا ضاعوا من بين إيدينا ده حرام ودي من أبسط حقوقهم من أبسط حقوق أهل القرى إنهم يطلبوا بترميم الوحدة الصحية في القريب العاجل نتمنى من حضراتكم ترميم الوحدة الصحية في القريب العاجل ودي من أبسط حقوقهم الطلب الثاني أنا بتمنى تواجد سيارة إسعاف وصيارة مطافي بجوار كمين البحر سمهود وعلى فكرة الطلب ده بش بيشمل قرية واحدة بس ولا بيشمل بلد واحدة بس الطلب ده بيشمل العمرة نجع الشيخ صعيد الشيخ حمد نجع عبد الكريم المعيسرة العلمات نجع الزمر السمهود وعلى فكرة الاعلامات دي مش قرية واحدة بس ولا بلد واحدة بس الاعلامات دي كبيرة قوي علامات وسطانية علامات شرقية علامات غربية دي يعني بلد كبيرة قوي بتحصل ضمرات وحرائق كتير لسه من بسيط من حاجة قليلة حصلت حريقة كبيرة في البلد في قريتي اللي أنا فيها حصلت الحريقة دي أخذت من بيت لبيت لبيت ودمرت كل حاجة وزي ما احنا عارفين أهل الصعيد وبيت الصعيدة فيهم من خيرات الله من مواشي من محاصيل زراعة من محاصيل زراعة من حاجات كتير أو من طيور وحاجات كتير أوي يعني ده حرام إنه هم يتبهدروا بالطريقة دي وعلى فكرة الشباب ما بيأثروش في حاجة بيرموا أرواحهم على فكرة كل الشباب ترمي روحها في الحاجة دي بس احنا كمان مش مبادرين بأرواح خسارة الأرواح البني أدمين دي فعلشان كده بنتمنى من سيادتكم تواجد سيارة إسعاف وسيارة مطافي بجوار كمين البحر سمهود دي من أبسط حقوق أهل القرى وعلى فكرة نحن ما بنتلوبش حاجة صعبة ولا يعجز عن تحقيقها ولا مستحيلة احنا عارفين طبعا إن المسئلين مش مؤثرين وموجود في مركز أبو تشت سيارة إسعاف وسيارة المطاف بس من بعد المسافة طبعا عارفين بعد المسافة وظروف الطريق بس نتمنى من الله أن يحالفكم الحظ في تنمية الطلبات دي لأهل القرى ودي من أبسط حقوقهم ونتمنى من الله نتمنى يحالفكم الحظ في القريب العاجل تنمية الطلبين دول وعلى فكرة قريتي محتاجة حاجات كتير قوي محتاجة مدرسة تجارة ومدرسة لغات للأطفال ومحتاجة أشعر من الشباب بس إحنا دلوقتي ما بنتلوب شغر طلبين بس اللي هم أهم اللي هم هينقذوا بني أدمين هينقذوا ضمرات كتير هتحصل ده مش حرام حرام إنه هم يحصل ده كله فيهم ودي من أبسط حقوقهم دي من أبسط حقوق أهل القرى نتمنى من الله أن يحالفكم الحظ في تنمية الطلبات دي أما بقى لأعضاء مجلس الشعب النائب عصان بركات والنائبة صحر صدقي خليفة دلوقتي طلبوا تجهيز سرعة المستشفى العام بأبو تشت والصرف الصحي بقرى أبو تشت نتمنى من الله يحالفهم الحظ في تنمية الطلبات دي ودي من أبسط حقوق أهل القرى من أعضاء الدايرة نتمنى من الله أن في القريب العاجل يتجهب كل حاجة دي أما بقى لرئيسة الوحدة المحلية بأبو شوشة الأستاذ محمد محمود مغربي بيجهز إنارة الإنارة بأبو شوشة لحد الخط الصحراوي الغربي فاصل بين جنة وثهاج وبنقول لك إن شاء الله يا رب بالتوفيق ولك كل الشكر والتقدير وألف مبروك لكل أهل القرى مركز أبو تشت وإن شاء الله يا رب دايما الفتقدم بإذن الله هنتكلم شوية عن جروبات مركز أبو تشت أي شيء بيحصل في مركز أبو تشت حدث جديد خبار جديدة بتكون موجودة على جروب وابة أبو تشت وعيون أبو تشت وابناء أبو تشت لمستقبل أفضل بصراحة الجروبات دي جماعة لها كل الشكر والتقدير مننا وبنقول لك يا رب دايما بالتوفيق ولكم كل الشكر مننا دلوقتي هتكلم معاكم عن كام شخصية محبوبة ومعروفة في قريتي وعلى فكرة مش الحلقة دي بس اللي هنتكلم فيها عن كام شخصية مميزة في قريتي لا إن شاء الله في كل حلقة جديدة لينا أشخاص محبوبين في قريتي إن شاء الله عن فضل المنازعات الشخصية المحبوبة وليه كلمة مسموعة وسط الناس عن فضل المنازعات وسط البلاد في بعض البلاد والشخصية المعروفة وليه كلمة مسموعة كبير قابلت السمعنة الحج أو المجد توفيق عبدالكين بنقول لك يا حج يا رب إن شاء الله ربنا يديك الصحة وطلط العمر وإن شاء الله وليك كل الشكر والتقدير طيب نتكلم دلوقتي عن الحج متعني التاجر المشهور في قريتي الحج متعني صاحب مواد البناء الراجل ده جماعة مكافح جدا وبحب عمله وبقى يحلم كل يوم يكبر عمله علشان عمله ده يبقى كبير وحاجة جميلة والحمد لله ووصل فضل لبادر ووصل لمشروعه وحققه وشكرا لك يا حج يا رب يديك الصحة وطلط العمر إن شاء الله خلى في بعض الشباب في قريتي بدروا بنفس المشروع المشروع عملوا دلوقتي مشاريع بس دلوقتي لسه هم في بداية حلمهم وإن شاء الله في حلقة جديدة يا ربنا يحقق لكم أحلامكم وفي حلقة جديدة هنتكلم عنكم بإذن الله وبالتوفيق ويا رب اتحقق أحلامكم جميعا بإذن الله نتكلم دلوقتي عن محافظة جنة ليه بقى جنة بالتحديد؟ لإن أنا جنوية وأفتخر صعادية وأفتخر على فكرة الصعيدة دول مش زي ما انتم فكرين شوية بجلاليب وعبيات سودة وبنادق لا الصعيد دلوقتي بقى زي وزي المدن بالضبط ما فيش أي فرق زي وزي بالضبط دلوقتي بقى فيه فرص عمل للبنات والبنت تطلع تكمل تعليمها عادي زيها زي المدن بالضبط ما فيش أي فرق نيجي بقى القرية الجميلة القرية البسيطة ويا جمال قرية كمان في شهر رمضان الكريم لما تكون موجودة والصهر صباحي اللي بيصلي طلط الترويح واللي بيختم القرآن واللي بيصلي قيام الليل والأطفال في الشوارع والزينة والأنوار حاجة جميلة قوي وكل الأحباب مع بعضها وده يروح لده وده يروح لده حاجة جميلة جدا أنا بتمنى أن السنة كلها تفضل زي شهر رمضان الكريم ويا رب إن شاء الله دايما تفضلوا محبين لبعض وبقول لكم دايما حبوا الخير لبعديكم حبوا الخير لبعض افضلوا دايما متمسكين ببعض ما فيش حاجة تفرقكم حبوا الخير لبعض وإن شاء الله يا رب يدوم المحبة بينكم وبيننا جميعا بإذن الله إن شاء الله فاصل ونرجع عليكم إن شاء الله عايز أكلمكم عن قدوتي في الحياة عن أملي في الحياة اللي شجعني ودعمني فعلا واللي بقول له ربنا يا ربي يديك الصحة وطلط العمر وما نتحرمش منك أبدا يا أغلى وأحن أبي في الدنيا اللي هو والدي كافح كتير علشانه وتعب كتير ودلوقتي جادرنا مع إنه أنا عارفة إنه مهما نعمل مش هنقدر نوفي لوالدي حاجة بس صغيرة من اللي هو عملها لينا وبدعي لك يا بابا ربنا يخليك وطلف عمرك ويحفظك لينا من كل سوء أنت فعلا أمل وقدوتي في الحياة أنا دلوقتي بقول له كل أب وكل أم أنت يا ست الكل وأنت يا حاج حاولوا تكون مع أولادكم صحابهم طبعا أنت وأم وأب معروفة دي وفوق دماغنا طبعا بس حاولوا تكون مع أولادكم صحابهم صحبيهم أنت يا حاجة صحبي بنتك خليها صحبتك يعني تحكي لك اللي تعبها اللي مفرحها اللي بسطها وانت كذلك تحكي لها كده بالضبط حاولوا تكونوا صحاب مع بعض تيجي من المدرسة أمرت الحلوة عملت إيه النهاردة إيه الجديد النهاردة في يومها هي بنفسها لما تعودوا أطفالكم من صغرهم بالطريقة دي صدقوني هيبقوا صحابكم وما فيش حاجة هتتخب عنهم وبكده هتنقذوا أولادكم بالنسبة لأصحاب السوق اللي بتحصل الأيام دي وانت يا حاج كمان عامل ابنك بالطريقة دي حاول تكون مع ابنك صحب تحفظوا وكده هتحفظوا على أولادكم وتخلوهم بين إيديكم وهتكون أسرة سعيدة حاولوا تكونوا معاهم حبيبهم صحابهم يحكو لكم عن اللي بسطهم عن اللي زعلهم وانتوا نفس الطريقة تحكو لهم عن اللي إيه بيزعلكم بيبسطكم كده انتوا هتبدلوهم نفس اللي هم بيبدلوه لكم طبعا وكده هتكون مصاحبينهم وبتبعدوهم عن الصحبة السوق وعن أي حاجة وحشة هتقابلها كونوا صحبتهم انت الحاجة تقول له يعني تتكلم مع ابنك بكل بساطة وحب إيه يا ابن النهاردة لأ دي اللي انت عملته وحش بكل هدوء اللي انت عملته ده حلو طب ما نيجي نجرب الحاجة دي هنلاقيها أفضل كده هتلاقي ابنك وحده لحد من صغر لحد ما يكبر جاي صاحبك هيبقى صاحبك مش حد يخاف يحكي لك حاجة وروح يحكي لحد برا ولا حد من صحابه لا وانت حاجة نفس الطريقة ستكتر كل تكلم مع بنتك بكل محبة برضو نفس الطريقة وحاول تصحبيها خديها علشان ما تخافش منك لا ما تحكيش لحد برا تيجي تحكي لك انت وتلجأ لك انت ليه بقى مع علشان انت دلوقتي صاحبتها هتحكي لك عن كل حاجة اللي تعبها اللي مش تعبها اللي بسطها طبعا تحكي لك على كل ده وان شاء الله تفضل أسرة بإذن الله سعيدة ان شاء الله هنتكلم شوية عن مبادراتي اللي أنا فيها مبادرة موهبتك المبادرة دي يا جماعة تتلخص في تنمية تتلخص الفكرة في دعم المواهب الشابة مش تستطيع دعم نفسها ويتم طبعا استضافتهم في برنامج يتم تفعيله بنفس اسم المبادرة وبعد كده يتم طرحها على المسؤولين في المجتمع بعد ما يتم طرحها على المسؤولين في المجتمع ويتم إيه إنشاء مركز في كل محافظة ودعم هؤلاء الشباب دوري في اللجنة الإعلامية مساعدة هؤلاء المبدعين بتصليط الضوء عليهم زول احتياجات الخاصة أطفال الشوارع وزول إعاقة واجعل موهبتك ناطقة بتوطاهم المؤسس فيها الأستاذ فادي ماهر شوي لدينا بالمبادرة دول كتير مثل المغرب وجمهورية الشاد والسودان وسوريا وبنين وبعدها دول أخرى نيجي بقى لمؤسسة فتاة الصعيد سناط المبادرة دي جماعة أسسها الأستاذ المستشار عبد المنعم عبو جبل تهدف إلى تطوير القيادات النسائية الشابة طبعا اشتباب دول وقت الصعيد دولة المصرية بقت دول وقت تشارك المرأة الصعيدية بنسبة 25% وكده البنت الصعيدية بقت زيها زي بنت المدن بالضبط ما فيش أي فرق دعم المواهب دي وطبعا إن شاء الله بنات الصعيد دلوقتي بقى زيها زي بنات المدن وبإذن الله في تقدم وزي ما قلت لكم قبل كده كوني أدى ثقة أهلك فيك وكوني أدى ثقتهم فيك وأوعي إياك في يوم تهزي ثقة أهلك فيك وكوني رضي ربك ورضي أهلك كوني أدى ثقتهم فعلا فيك وما تخيبش ظنهم فيك باحترامك حقا أحلامك وطموحاتك وكل حاجة بس بأدبك وأخلاقك واحترامك هو ده اللي هيميزك بين أي حد بكده هتنجحي وهتصالي اللي أنت عايزاه حتى ربنا سبحان الله هينورلك طريقك وهيخليلك في أخر السكة نور كوني دايماً شايفين الحياة أخر السكة إيه؟ نور ما تشوفوش كل حاجة ضلمة لا شوفوا أخر السكة دي نور وبإذن الله ربنا هنحعلوكم كل أحلامكم في الطريق الصح وفي الطريق المستقيم وأنا بقول كمان بوجه لكل شاب احلم وصدق حلمك احلم وصدق نفسك وافتكر دايماً أن أنت بني آدم وحاول وبادر مرة واثنين وثلاثة ما تسيبش حياتك كده لا بادر مرة واثنين وثلاثة لحد ما توصل لحلمك وكمان في الطريق الصح ما تكونش حلمك في طريق مش مناسب أو حاجة تغضب ربنا وكن راضي ربنا وخلي عندك ثقة كبيرة في ربنا وثقة كبيرة في أهلك وبكده ربنا هيكرمك وما فيش حاجة اسمها مستحيل ما فيش حاجة اسمها مستحيل دايماً هتقابلك حقيقة صعوبات في حياتك ايه المشكلة ما هتقابلك صعوبات عادي جداً هتقابلك صعوبات كل ما تقع قوم كل ما تقع قوم تاني وربنا هيكرمك وان شاء الله كل ما انت هتبادر وهتتعم في حلمك هتصل وان شاء الله يا رب يوفق الجميع وانجحكم جميعاً بإذن الله طبعاً انا هتكلم دلوقتي كمان معاكم شوية عن حياتي وعن مبادئة ان انا احلم ومن امتى بقيت احقق احلامي ومن امتى بقيت ان انا حب ان انا احلم وبدأت في حلمي ده طبعاً يا جماعة انا من ايام السنوية كنت دايماً بشارك في مسابقات كتير في المدرسة ومنها مسابقات صحفية كمان ودايماً في كل مسابقة كنا بنطلع المركز الاول الحمد لله ده فضل ربنا طبعاً انا كنت طالبة في السنوية كنت طالبة في السنوية طبعاً الحمد لله وفيها دي سبحان الله ربنا كرمني وتشاركت في مسابقات ونجحنا ومن خلالها شجعوني كل مدرسيني وحبايب قلبي انا بشكرهم طبعاً وان شاء الله يا رب بالنجاح لكل الفتيات وكل الشباب بإذن الله تحققوا كل أحلامكم ومعنا مكلمة ونقول ألو ألو كلا خير مسائل نور أهلا بحضرتك يا أستاذ علاء الحمد لله تمام أخبار حضرتك أستاذ علاء الحمد لله بنتينا اللي دائماً مشرفانا الله يخليك تسلم كلك زوء ربنا بقى عزيزك يا رب تسلم كلك زوء يا رب تسلم أستاذ علاء دلوقتي عايزين كل المشاهدين يعرفوا ايه الاتحاد اللي احنا فيه ده عايزك تفهمنا ما أهداف اتحاد شباب الريف والقبائل العربية وإيه دور الاتحاد أولاً بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين أنا أضعص رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمناسبة العام الغيري الجديد وهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرجل إنجازات الأول بعمل المشاريع المشاريع الكبرى وبناء الجيش المصري لكي يكون التاسع على العالم وهني معالي الوزير الواء أشرف الداودي محافظتنا والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأهني أيضاً أسرة البرنامج وأهني حضرتك أستاذة شروق مهران بنت محافظة قناء التي دائماً نتشرف بها في جميع المواقف اتحاد شباب الريف والقبائل العربية منبسط من النقابة العامة للفلاحين تحت قيادة أمين الفلاحين على مستوى الجمهورية الحجم حمد العقاري والمستشار عيب العقاري أهداف الاتحاد الهدف الأول هو الاهتمام بشباب الريف والقبائل العربية وتدريب وتفقيف الشباب على القيادة وإدارة العظامات وأعدادهم مهنياً وثقافياً وعمل لهم دورات معتمدة من الدولة مثل أكاديمية ناصر العذكرية وأكاديمية مكافحة الفساد بالرقابة الإدارية ودورات أيضاً معتمدة من وزارة الشباب والرياضة أعداد القيادات المجتمعية ثالثاً ترسيق مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الرأي والرأي الآخر رابعاً تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي المفهوم الشامل من خلال المحاصيل الاستراتيجية واهتمامهم بمشاكل الفلاحين خمسة تطوير مناعج التعليم بما يضمن تنشأة الأجيان الجديدة ستة العمل على تفعيل النشاط الرياضي والمشاركة الفعالة لشباب الجيب والقبائل العربية في الدورات الرياضية سبعة بناء الإنسان المصري من خلال توفير المطالب الأساسية من تعليم ورعاية صحية وعمل مناسب لهم وحقوق المكتسبة وحقوق المرأة المكتسبة وتوعية المرأة الريفية والبدوية بما يحقق الاستفادة من كامل جهدها لصالح تنمية المجتمع تسعة تحقيق معدل نموه عالي من خلال طبعات الصناعة والزراعة والتجارة والسياسة وتنمية الثروة السمكية عشرة العمل على معالية المشاكل الاجتماعية المزمنة مثل العشوائيات والمخدرات والبطالة والمرور والإسكان والقمامة والسلوكيات العامة والإنفلات الأمني والأخلاق دي حضرتك الأهداف اللي احنا شغالين عليها في اتحاد شباب الريف والقبائل العربية تنمية الشباب ومهاراتهم وأعداد لهم دورات معتمدة لكي يكون شباب قادرين على الإدارة وإدارة الأزمات وحل المشاكل في جميع العاليتيهات بالنسبة شباب الريف والقبائل العربية نحن نجمع لا نفرق بين الريف وبين القبائل العربية وهم كتلة واحدة بالنسبة لنا إن شاء الله نكمل معك في حلقة جديدة بإذن الله أستاذ علاء شرفتنا وأهلا وسهلا بك في المكالمة المميزة الرائعة دي منك لك كل الشكر والتقدير وللأسف حلقتنا النهاردة انتهت في برنامج نعم أستطيع وعايز أفضل أفكركم دايما أحلاموا أحلامكم أحلاموا نفسكم وربنا إن شاء الله يكرمكم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسبكم مع صديقتي زينة بالصديق